بحلا يام الدراسة النوم ما يجيك بدري والله صادق تحس الساعة وحدة وانت عادك تلوي وكل شوية طليلاك حاجة جديدة أي زياء أمس إجازة وانا ما يجي الساعة 9 إلا أنا في خبر كمان حسن معلومة المتوافعة أعتقد هذا لو داخل في ذبذبات الكهرباء الصادر من الجوال هذا والله أعلم بس يا أمي أهدي كلهم نمجي أول تقول بس من وجهة نظري أنه إذا بكرا عندك دوام ستوتر وأنه يطير أما إذا ما عندك دوام فيكون ذهنك صافي وما همك أي حاجة وترقد على طول يعني لازم كل مرة أروح لجبران عشان يرجع عن بيت المشكلة ما يأخذ جواله عشان نذكي عليه ويرجع عن بيت بدري أنا وريك فيه والله لا أحرمه من أم طلعه هذا سامة جادة دينا لا تقصر فيه وانت طالي أبلي أقصلكه وانا خير زرانه يا زرانه لما تريني عبدالله بالخير يا علايا farmers وسجعة عليك技 الماء يا علايا يا علايا يا علايا أبوت ما أعبرني يا علايا أبوت ما أعبرني يا علايا يا بالرمال يعني ما أصيب تنكّل ما علينا وضم يسوي لنا عشاء على بل ما يجيب هذا الفاغل من برة أم شارع فاضي ما في اللحنة حتى مكلاب ما فيه لكلبه صاحي وانت ما درّه واضحة كده لنا ساعة هنا تسميت عصد كلبي ينبح الصراحة لا روحنا بيه والله بويه يا عجا الله يشطر قم حذية بعادك متمسهر احنا دولك فين بيته انت هنا وانت يمطعني انت معاقل ام ذكي ام درماه قدك شيش تلعق جمرة ولا كيف هيقوم على البيت وقل هيا بلا زحة ما تستفيد وانت من المغرب في مشارع ولا اقل يعني ما قلتش بيعتب الله ما عرفتك وانت مسكين مش مش عليه مو كذا مسوي يقدم التدافين عليه هيا جبران طرح اول تقول لي وانا ما يجي لك تحب لك سلك يعني تحرشني عليك اصحنت بكلكم علي الحياة عبارة عن تعامل والسمح كحياني يطير اذا ما حقنتي خربانه جبدله بصحب مرسى هادي قانط وصي الزعيم الطاون قبل مين شكله امو ربي ما نفهم عليك ولا قل له لكن حزن تاني اقوم قم تروش وتعال تعشيه اهلا وسهلا ومرحبتين حياكم الله مستمعين من جديد كل واحد له مختصر احلام اه فحنا نعرف منك مستمعنا العزيز وش مختصر حلمك صفر 11 511 11 ناخب اتصار اخر صباح الخير صباح الخير استاذ النورة صباح النور صباح الورد صباح الفل صباح الابداع صباح الجمال صباح صباحك يخضر استاذ نورة الله يسعدك الله يسعدك محمد النجار معاتي محمد انت ريت صارغة محمد زمان عنك ما تمانا صوتك صباح الخير محمد وصبر الناس توها صاحية معا لكم قصة فنانة يقول لكم هذه قصة بنت تحب الطبخ وهي من عالة غنية طبعا في رئيس عصابة يبيع ويشتري ثم مخدرات عؤذب الله منها او ممكن تعاني من مرض في القلب وتحتاج عملية ضرورية وكل مرة يقول لها باذن الله راح ادفع تكاليف العملية وهي تقول له لا اذا كان تدفعها من فلوسة موسخة انا ما ابغاها خليني اموت هي تقصد طبعا انه هو تاج مخدرات واذا كان الفلوس اللي يدفعها من هذا الوساخة لا والله حسن لا تموت حسن المهم بسبب تشدد الرقابة والشرطة ما يقدر يبيع براحته زي اول يعني يجب فلوس ويجمع ويسوي للعملية يفكر يفكر في قرر يروح لصديق القديم اللي هو ابو البنت اللي قلت لكم انها تحب الطبخ او غنية المهم يروح عند اخبارك علومك مهم سوك في دنياك والله ايش يقول لك لكن مستحق قال له ما هو ابو البنت قال له والله ابو عندك فلوس طبعا هذا ابو البنت ذكي قرر انه ما يساعده لماذا لانه يظن انه كذب ويستخدمها في المخدرات ثم رشاوي حق بعض العساكر فهذا ابونام عجوز يحقد اللي هو رجل عصابة يحقد ويتذكر كيف كان زمان مع هذا صديقه الغني لانه كان كل الناس تحترمه اقصد يعني ذاك تحترمه وتميزوا لانه شاطر وهو راجع للبيت حزين يدق عليه صديقه اللي عايش برا طبعا هو معه اثنين صديقه اللي هو صديقه اللي هو ذاك الغني بس اللي يساعده ومعه هذا اللي عايش برا قال ميم اخبارك يا ولد كيف علومك ما هو مسوي قال الحمد لله بخير قال له انت عادك تبيع مخدرات قال له الله الله نعم ولكن انت عارف ذا اليوم والله انها من الصعب قال له وقل لك انا ابراك تدبي لي كمية كبيرة وحقها اعطيك مضاعف صلى عني وقال له نعم هذا اللي تبغى اللي كيفك قال له اصبر لي بس قال ميم جهز له كمية لمولغ منتاز قال انه عارف بمرض امه انه لازم يحتاج انه يعني انه يدفع اكثر قال ميم امه والله وهذا وهذا وهنا ضبط وابعه ويبيع له مخدرات وهذا وهنا فرح ويوم قرر انه يروح لمسا شفيعين لامه عشان يبييها بالخبر وانه خلاص تقدر يدفع المبلغ لو حق العملية ويوم وصل المسا شفاء لوهت اخر امه ماتن خلاص معادي مديه ويتذكر كلام الدكتور انه لازم يستعجل في تكاليف العملية وليش تموت ويتذكر صديقه واللي ابا يساعده ويحقق هنا خلاص حقد حقده بشكل مطبيعي قرروا انه ماهن يحرق بيت صديق الغني فعلا فعلا انه دبله مكيدة وحرق البيت لحسن الحظ البنت هذي اللي هي بتلغني تكون في المدرسة يعني كيف درستها طول الايام الاسبوع تكون في المدرسة واول ما يجي الوكيد ترجع البيت ثم من حظها انه اول ما حرق البيت هي ميه في البيت كانت عدلة راجعة طبعا كانت هذه العملية في يوم الاجازة يوم وصلت تعيين الاسعاف والشرطة خلاص هي صارت في صدمة صارت في شي مطبيع المهم بدوا يهدونها وزي كذا بلحظة تلاحظ شخص واقف بعيد عنها وبيده قارورة طبعا قاعد يضحك وعينه فيها جرح بسكين طبعا هنا كان اصلاع يضحك وزي اللي استهزي يعرف انه هذو سبب الحريق تمر الايام وبنته ورث المال حقابوها بس تكون ما تعرف تصرف فيه وتكون مبدرة بشكل مطبيعي طبعا تبعد بصهرات وحثلات وخراب عشان تنسى اللي يصر لها والعائلتها بعد فترة تكتشف ان ابوها كموقع على صفقة او موقع على مراهنة اذا تمت هذه المراهنة يخسر جميع امواله واذا ربحت هذه المراهنة امواله تضاعف بالاسف انه خسر هذه المراهنة الاموال كلها راح الى صديقه انه تحدى تصير البنت مشردة ومر خلاص ووضعها مطبيعي يشوفها شخص يتكفل فيه مصاريفه المدة معينة وهو طبعا يشتغل في الجمعية الخيرية وتكون عايشة في هذه الجمعية بس كانت ساكتة وعصبية وما تبغى حتى يتكلم معها ولا احد يطالع لها المهم ان يوم من الايام طلعت تمشى تقابلت مع واحدة من صديقتها قديمة طبعا واليوم ما كنتدرس معها في المعهد او في المدرسة حق الاغنياء وتبدأ تنصحها وتقول طبعا هي شافت وضعها انها مرة متدهورة تنصحها وتقول لها مو انا اذكر اني كنت انتعبين الطبخ وزي كده قلت له وقلت مطيب ليش متقدمين في مصابقات الطبخ يمكن تربحين وزي كده وترجعين وقلوا صبوك وزي كده قلت مطيب وتقررنا تساعدها وتبدأ تقدم في الاختبارات المطاعم اللي تقبله اللي تقبلها اليه جيت عجوز معها مطعم صغير الليل تنظف وتنام وفي اليوم الثاني تقوم وتشتغلوا زي كده كل يوم على هذا الحال ويوم الايام البنت هذه تلاحظ ان العجوز حزينة تجي البنت تسألها مالك واش فيه ترد عليها العجوز بان لها ابن كان يجيها اول بس لحنا هذا الايام يطع على تخباره ومعد يجي يسأل عنها ولا شيء فتسألها بنت تقول لها لاش طيب ترد عليها العجوز تقول لها لانه مو مضبط افران حقه شراب وحدد عارة عوذ بالله يا الشيطان واشياء عيب فجأة العجوز تفسد مع المصبية هذه او مع البنت هذه تطلع صورات ولدها اول ما تشوف الصورة البنت تبدأ تعصب وتصارخ وتجيها نوبة تهلع العجوز تخاف وتستغرب واستقرر انها تمسك البنت هذه وتهديها الين تهدأ البنت وتنام تقوم الصباح متأخر عن المطعم تقوم وتشوف العجوز قد طبخاته قد جهزت للزباين تقريبا قدوم رايح لانه بعد شمية رايح يقفلون مؤقتا يعني وقت بريك من الظهر للعصر يعني تقريبا حدود ساعة او ساعة ونص تجي عندها العجوز وتقص حرارة البنت مرتفعة مران تعطيها شراب تعطيها حبوب وتقول لها اعتبر هذا اليوم اجازة وتقول لها بس في شي مقلقنا عنك تقول لها البنت ايش تقول لها العجوز طول الوقت اللي كنت نايمة فيه كنت تقولين نار ورجل اصلع وعين واحدة وكلام مو مفهوم البنت ترتبك وتقرر ان تتغير الموضوع بس العجوز ذكية تقرر تعرف ايش اللي حاصل مع هذا البنت تبدأ البنت تحكي لها عن اللي صار معها اول ومن ضمن القصة تقول لها بان ولدها يشبه اللي كان واقف عند البيت يوم الحريق الجدة تبكي وتسأل البنت عن تاريخ الحادثة تجاوبها البنت ترد عليها العجوز تقولها فعلا في هذا اليوم او في هذا التاريخ اياها ولدها في نص اليوم وهو يبكي ويقول سامحيني يومين انا مقدرت احد الا نفسي وهذا اول مرة اضر احد والعجوز تقول ما كنت عارف وش هذا يقصد المهم انا ما كنت عارف وش اسوي فهذا كاليوم والد ينام بحضني ضيط طفل وبعد ان قمت الصباح ملقيته ومن بعد هذا كاليوم مقدشفته الين اليوم قالت لها البنت بذن الله راح اقدر اساعدك بس في فرصة وحيدة وفرصة ضئيلة قال لها العجوز كيف قالت البنت بعد ما نقفل المطعم نروح بيتها القديم وندور عن اي شي ممكن نلقاه يساعدنا فعلا يروحون لبيتها البنت القديم ويبحثون عن اي شي ساعدهم فيلقون صندوق مصنوع من حديد صلب وفيه قفل تقرر تروح البنت هي والجدة او هي والعجوز عند شخص متخصص بصناعة المفاتيه يقرر يساعده وصنع لهم مفتاح القفل وترجع البيت هي والعجوز تفتح الصندوق تلاقي اشياء ثمينة كان ابوهم خبيها لها من زمان بعض الاوراق الموثوقة بخصوص امتلاك بعض العقارات داخل وخارج البلاد مكتوب باسمها لانه لو كتب الاملاك هذي باسمه راح ياخذنها او راح ياخذ صديق الاملاك هذي وفيه من ضمن الاوراق فيه صورة رجول اول ما تشوف العجوز الصورة تقول البنت هذا الشخص اللي وظف ابو لدي باخر وظيفة له وخلف الصورة فيه عنوان للبيت يروحون البيت يلقون البيت فاضي وفيه حارس عند الباب يسألون الحارس عن الرجل هذا يقول لهم تلقونه في الملها اللي لي يروحون اول ما يدقلون يشوفون ولد العجوز سكران ووضعها الزفت وباين عليها الضرب العجوز تاخذ ولدها للسيارة اما البنت تشوف الرجل اللي في الصورة بس هو ما ينتبه لها فقرر البنت ترجع للسيارة وتلحق العجوز يرجعون البيت ثاني يوم الولد يفوق اول ما يقوم ينصدم بالبنت انها عند امه ويروح جري عند امه ويقول لها انت بخير هذا عدتك بالشيء ويقول لك حاجة حاولت قتلك يقول للعجوز لا بالعكس هذه السيارة عندنا في المطعم وطيبة ما هي زيك يا قاتل الولد انهار ويبدأ ويصيح يقول الله الله مو مني السبب انا كنت مهدد بالقتل لو ملفت السبب هو البنت فجأة تطلع الصورة تقول له هذا قصدك صح الولد انصدم يقول لها ايوة بس من فيلك هذه الصورة البنت تقول ما لك دخل الولد يكون متحطم امه تكون زعلانة منه البنت ما هي طائقة تشوفه في يوم من الايام خلاص يقول انا طول حياتي ما قدت سويت شي صح لازم معدل غلطتي يروح للملهة الليلي وهم عصب ومعه سكين اول ما يدخل يستقبله الرجل بتوبيخ وسب وشتم طبعا ما حد يقدر اوقفه بحكم انه كان يشتغل معهم في الملهة اول ما يقرب الولد يطعن الرجل بكثر من طعنه طبعا الرجل يستغرب ليه هذا جالست عني بس لما يطالع وراء الولد يشوف البنت بنت صاحبه فيعرف ان هذا جاي انتقيم لها البنت كانت حاسة بان الولد راح يسوي شي عشان كذا راحت وراء طبعا الولد الحراس قتله في وقتها وام الولد يوم عرفت من الصدمة توفت البنت عاشت صدمة لفترة وتوفت والمخروج بعدها توفت والمصورين توفوا والجماعة كلون توفوا هالمهم انتهى القصة وخلونا غير السالفة قبل ما توفانا لحظة خلى عصب وعلى جبرة فيانو هذا الولد